ترجمة نانسي قنقر إذا نضاوع البلدان الأخرى الأشقاء العرب السوّوا ببلدانهم الإمارات الإنجازات التي حققتها السعودية بناء نظرة 2030 قطر التي استطيفت البطولة العالم المنشآت الخلقتها فخر العراق يجب أن يكون رائد ومتميز كما كان زاء حديد مثال للريادة العراقية في العمارة العالمية زاء حديد ليست مجرد معمارية عبقرية متميزة زاء حديد استوعبت تاريخ العراق 8000 سنة وزاء حديد ما توقفت عن الاستيعاب فقط وإنما زاء حديد خلقت مكونات جديدة ذات جينات جديدة متميزة ورائدة بهذا طورت العراق وجلبتها إلى الأمام من شنط صغيرة كانت دائما عندي أحلام وشنط دائما أكون في خيالي مدن مستقبلية مدن مثالية ومن دخلت جامعة بغداد قسم الهندسة المعمارية بالثمانينات كانت زاء حديد في بدايتها وكانت كأن أعمالها حلم تشبه أحلامي وأهميتها بالنسبة إلي كانت شبيرة لأن قامت تسوي أفكارها واقعية فأعطت حث ودعم وإسناد داخلي أن هذا الشي ممكن أحقق تركت العراق سنة 1991 ضمن ظروف صعبة مستحيلة ودرست في أحسن الجامعات العالمية وتفوقت بين المتفوقين المعماريين والطريق طويل اشتغلت على نفسي وطورت إمكانياتي واشتغلت بكل مكان واشتغلت بأصعب مدينة بها تجمع كل الموهوبين والمبدعين مدينة نيويورك وتحقق الحلم فتحت مكتبي بالألفين والعشرة وهذا كان أول من أحلامي في نفس الوقت إلي مبدئي بالعمارة وهو مبدأ مثالي بس حقيقي وممكن يطبق أنا أؤمن بالإبداع والاستدامة والتكنولوجيا وما أؤمن بيها بطريقة إضافية وإنما أؤمن بيها بطريقة أسميها محيوكة بطريقة التفكير يعني تخيل البناية مو فقط تحافظ على الطاقة وتستعملها بطريقة واعية وإنما ممكن البناية تكون مثل لتوفير الاستدامة اللي هي مو بس بيئية وإنما اقتصادية واجتماعية هاي وحدة من التاورات ناطحة سحاب اللي تصميمها تصميم الواجهة معتمد على علاقتها بأشعة الشمس حتى تخلق أقل ما يمكن من منع الحرارة من الدخول إلى البناية وأبني مثل مسابقة جوجنهايم ميوزيوم هلسينكي هذا مثال إلى كيف الواجهة هنا تعبر عن محتويات المعرض فهذا بحالة جمالية حالة رمزية بس أكو حالة أخرى اللي هي محيوكة من ضمن تصميم الواجهة الواجهة مصنوعة من خلايا شمسية هاي الخلايا الشمسية تولد الطاقة اللي تشغل المتحف وبالتالي تعطي إشارة للمدينة ككل بأهمية هذا الصرح في قطر جامع قطر الرياضي اللي هو مستوحات من فكرة شجرة السدرة اللي الأخصان والجذور تتسلق البناية الأخصان والجذور نفسها اللي تكون تكوين فكرة البناية مصنوعة من خلايا شمسية وبالتالي هاي البناية تولد الطاقة ابنية هي الحقيقة مثل هياك الانشائية هاي الهياك الانشائية أكيد بيها جمالية معينة بس بيها تكنولوجيا عالية وبيها استراتيجية عميقة التفكير كيف تحويل بناية تكون مصدر مصدر الرزق مصدر العيش لأن هي البناية نفسها هي الممكن تكون تعيش بيها وتشتغل بيها وفي نفس الوقت هي تنتج الطعام اللي اللي تاكله المجتمع اللي ياكله وكذلك ممكن تصدر طاقة فتحي المشاكل البيئية مشاكل المياه مشاكل الطاقة مدينة لبرلند اللي هي في أوروبا عبارة عن مدينة مثالية تجمع المهاجرين وبيها أسس وفرص للعمل اللي مركزها الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة اللي هي دائما أؤمن بيها تكون لازم اقتصادية بيئية واجتماعية طبقات المدينة عبارة عن كل خطوط المياه الخطوط الكهرباء كلها تغذى من خلال الطبقات اللي تنمو تحتها الطحالب اللي بيها فائدة أعطاء الطاقة جامع الخور في دبي التفكير في هذا المشروع إن شون واحد يستعمل التكنولوجيا بطريقة حديثة ومتقدمة بدون استخدام أعمدة وإنما هي عبارة عن قطع إنشائية تتركب وتكون الهيكل وفيها بناء ثلاث الأبعاد الطبع عن طريق ثلاث الأبعاد هاي البناية ممكن تحقق جودة عالية بوقت قصير جدا وهذا الفضاء اللي هو مستبحات من فكرة المقرنصات الإسلامية مركز الإلهام كلها هاي عبارة عن طبع ثلاث الأبعاد سنة 2020 آني عايشة شنت بدبي وصار إكسبو 2020 وحدة من البلدان طلبت من عندي أصمم لهم جناح وصممت لهم الجناح بعدين فكرت قلت زين العراق شون وين جناح العراق رحت للسفارة العراقية بأبوظبي وقلت لهم العراق وين جناحة قالوا لي ماكو ماكو ميزانية قلت لهم آني هصمم الجناح العراقي رحلة تصميم الجناح العراقي أخذت مني ثلاث سنين رحلة بها تضحيات شبيرة بس آني بالنسبة إلي خلق خلق الأهمية العراقي كون بالجناح أهم من أي شي رحلة طويلة بها كفاح وبها تحديات هواية فكرة التصميم جناح عراقي مبنية على السلية اللي هي رمز الوفرة والخير في بلاد الرافدين السلية تحمي نهر الدجلة والفرات وتمثل العراق من شماله إلى جنوبه وهو واحد من الأجنحة النادرة اللي كانت حققت إبداع بدون كلفة بسبب المحافظة على البيئة لأن الجناح أكثر يعتمد على التبريد بالطريقة السلبية فلهذا هو لا يستعمل أي طاقة اليوم اللي كان علم العراق يرفرب بين باقي الأعلام كان أحلى يوم بحياتي نهاية الموضوع إن الريادة كلش مهمة والعراق لازم يكون في هذا الدور إنه يجلب الأمل ويخلق الأرض للأجيال القادمة شكرا